بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده بعد فهذه قراءة لأرجوزة الدرة البهية في نظم المقدمة الآجو الرومية من نظمه العلامة الكبيرة شرف الدين العمريطي هكذا بفتح العين أو العمريطي بكسرها ويحرر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق صلى الله عليه وسلم محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالعراب وبعد فعلم أنه لما اقتصر جل الوراء على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الوراء حفظ اللسان العربي كيفهم معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كدبه الصغير كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر بن واجر رومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظماً بديعاً مقتادي بالأصل في تقريبي للمبتادي وقد حذفت منه ما عنه غنى وزدته فوائداً بها الغنى متمماً لغالب الأبواب فجاء مثل شرح الكتاب سئلت فيه من صديق صادقي أفهموا قولي لإعتقاد واثقي إذ الفتاحة باعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الريام ضاعفاً أجورنا وأن يكون نافعاً بعلمه من اعتنا بحفظه وفهمه باب الكلام كلامهم لغض مفيد مسند الكلمة لغض المفيد المفرد لسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لغض قد أفاد مطلقاً كقم وقد وإن زيداً ارتقا فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلا من وألف والفعل معروف بقد والسين وتأي تأنيث مع التسكين وتفعلت مطلقاً كجئت لي والنون والياف فعلن وفعلي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفى قبوله العلامة باب العراب اعراب تغيير آخر الكلم تقديراً أو لفظاً لعامل علم أقسام أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل غير جزم في الأسماء يقع وكل نوا في الفعل والخفض امتنع وسائل الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة وغير ذي الأسماء مبني خلاء مضارع من كل نون قد خلاء باب علامة عرب للرفع منها ضمة واء آلف كذا كانون ثابت لا منحاذف فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الأعبد وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل معرب كيات والواو في جمع الذكور السالم كالصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أب أخ حم وفو وذوجر كل مضاف مفرداً مكبرا وفي المثنى نحو زيدان الألف والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتم ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال باب علامة النصب للنصب خمس وهي فتحة آلف كسنويا ثم نون تنحاذف فانصب بفتح ما بضم من قدر فع إلا كهندات ففتحه منع وجعل لنصب الخمسة الأسماء آلف وانصب بكس جمعة نيث عرف والنصب في الإسم الذي قد ثني وجمع تذكير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون رافي مطلقا يجب باب علامة الخفض علامة الخفض التي بها انضابط كسنويا ثم فتحة فقط فاخذب كسن ما من الأسماء عرفي رفعي بالضم حيث ينصرف واخذب بيا إن كل ما بها نصب والخمسة الأسماء بشطها تصب واخذب بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل صارت تصب بأن يحوز الإسم علتين أو علة تنتوني عن اثنتين بأن يحوز الإسم علتين أو علة تنتوني عن اثنتين فالف التأنيث أغلت وحدها وصيرة الجمع الذي قد انتهى والعلتين وصف معدل نعرف أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسماء العجم كذا كتأنيث بما عدى الألف فإن يضف ويأتي بعد أن صرف باب علامات الجذب والجذب في الأفعال بالسكون يوحث في حرف علة أو نون فحث نون الرفع قطعا يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون يجزم وضارعا سلم من كونه بحرف علة ختم إما بواو أو بياء أو ألف وجذب معتل بها أن تنحذف ونصب ضيوا وياء يضار وما سوى في الثلاث قدر فنحو يغزو يهتدي أخشاخت بعلة وغيره منها سلم وعلة الأسماء وألف فنحو قادن والفتاة بها عرف إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قادن يظهر وقدر ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام والغاو فيك مسلمية أضمرت والنون في لتبلغ نقدر المعربات كلها قد تعربوا بالحركات أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم من ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع وخض الاسم منه بالكسلتوز والفعل منه بالسكون منجز لكن كإندات لنصبه كسر وغير مصوف بفتحة نيوجر وكل فعل كان معتلا جز بحث حرف علة كما علم المعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جرعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياعرف وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفعه بالواوي مرة وستقر الخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفعه وخفظ ونصبا بالألف والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذبه المعرفة والنكرة وإن ترى التعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معرف وتحصر في ستة فالأول اسم المضمر يكنا به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسمه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل ثاني معرف الشهير بالعالم كجعفر ومكة وكالحرام وأم عمل وأبي سعيد ونحوك في الظلم وجرشيد فما أتى منه بهم أو بياب فكنية وغيره اسم أو لقب فما بمثلع بذن من مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر ثالث وعشرة كذا وذي ربعها موصول الاسم كالذي خامس ومعرف بحرفها كما تقول في محل المحل سادس ومكان من مضافي لواحد من هذه الأصناف كقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي باب الأفعال أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع فالماضي مفتح الأخير إن قطع عن مضمر محرك به رفع فإن أتى مع ذا الضمير سكنا وضمه معوا وجمعينا والأمر مبني على السكون وحف حرف علة أو نون وافتتح مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا يا أنوات يجمعها قولي أنيت يا فتى وحيث كانت في الرباعين تضم وفتحها فيما سواه ملتزم باب إعراب الفعل رفع المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تأبل فانصب بعش وهي أنولا وكي كذا إذن إن صدرت ولا مكي ولا مجحد وكذا حتى وأول وول ففي جواب قد عن به جوابا بعد نفين أو طلب كلا ترمع من وتترك التعب وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولا من دلة على الطلب كذا كإن وما ومن وإذ ما أي متأين أين مهما وحيث ما وكيف ما وأنك إن يقم زيد وعمل القمنا واجزم بإن وما بها قد ألحق فعلين لفظا أو محلا مطلقا والإقترم بالفا جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط تناعب مرفعة الأسماء مرفوع الأسماء سمعة نتيبها معلومة الأسماء من تبويبها فالفاعل اسم المطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنن أسندا فقل أتى الزيدان والزيدون كجاء زيد وجاجي أخونا كجاء زيد وياجي أخونا وقسموا ضائرا ومضمرا فالظاهر النظو الذي قد ذكر والمضمر اثنى عشر نوع القس ماك قمت قمنا قمت 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 ما قمتنا قمتم قاما قاما قاموا وقمنا حصمت معاما وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر منفصلة كلم يقم إلا أنا وأنتم وغير ديني بالخياس يعلموا باب نائب الفاعل أقم قم الفاعل الذي حذف مفعوله في كل ما له عرف أو مصدر أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكورا وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدع وكالدعي وأول الفعل الذي كباع منكسر وهو الذي قد شاع وذك إما مضمر أو مظهر ثانيهما كيكرم المبشر أما الضمر فهو نحو قولنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا باب المبتدى والخبر المبتدى اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد والخبر اسم ذو ارتفاع أسند مطابقا في لفظه للمبتدى كقولنا زيد العظيم الشاني وقولنا الزيدان قائماني ومثل زيدون قائمون ومنه أيضا قائم أخونا والمبتدى اسم ظاهر كما مضى أو مضمر كأنت أهل للقضاء ولا يجوز الابتدى بما اتصل من الضمير بل بكل من فصل أنا ونحن أنت أنتما أنتنا أنتم وهو وهي هم هما وهنا أيضا فالجميع اثنى عشر وقد مضى منها مثال معتبر ومفردا وغيره يأتي الخبر فالأول لفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور ولا غير وهي الظرف والمجرور وفاع المعفل الذي صدر ومبتدى مع ماله من الخبر كأنت عندي والفتى بداري وأبني قرى وذا أبوه قاري كانوا أخواتها انفع بك أنا المبتدى اسم والخبر بهنصبا ككان زيد ذا بصر كذا كأطحى ظلبت أمس وهكذا أصبح صار ليسا فاتئا وانفك وزال معبر حربعها من بعد نفين تتضع كذا كدام بعدما الظرفية وهي التي تكون مصدرية وكل ما صرفته مما سابق من مصدر وغيره بالتحق كهن صديقا لا تكون مجافية انظر لكوني مصبحا موافيا إن وأخواتها تنصب إن المبتدى اسم والخبر ترفعه كأن زيد ذو نظر ومثل إن أن ليت في العمل وهكذا كأن لكن لعل وأكد المعنى بإن أن وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتجبه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراكي ولترج وتوقع لعلك قولهم لعل محبوبي وصل ظن أخواتها انصب ظن المبتدى مع الخبر وكل فعل بعدها على الآثار كخلته وحسبته زعمته رأيته وجدته وعلمته جعلته اتخذته وكل ما من هذه صرفته فليعلم كقولهم ظننت زيدا منجدا وجعل لنا هذا المكان مسجدا باب النعت النعت إن مرافع لمضمري يعود للمنعوتي أو لمضاري فأول القسمين منه أتبعي منعوته من عشرة لأربع في واحد من أولوه الإعرابي من رفعين أو خفضين أو انتصابي من رفعين أو خفضين أو انتصابي كذا من الإفراد والتذكير والضد والتعريف والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القسمين منه أفردي وإن جرى المنعوت غير مفردي وجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكوري مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجه من عبدان ومثلها تأول منسائلة زوجته عن دينها المحتاج باب العطف وأبع المعطوف بالمعطوف عليه في عرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إطباع كل مثله إن يعطفي برواي والفاء وأم وثم حتى وبل ولا ولكن إما كجاء زيد ثم عمر الأكرم زيدان وعمرا باللقاء والمطعم وفئة لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول المنكر باب التوكيد وأجائز في الإسم أن يؤكد فيتبع المؤكد المؤكد في أوجه العرب والتعريف لا منكر فمن مؤكد خال ولظه المشهور في أربع نفس وعين ثم كل أجمع نفس وعين ثم كل أجمع وغيرها التوابع لأجمع من أكتعين وأبتعين وأبصع كجاء زيد النفس وقل أرى جيش الأمير كله تأخر وتفتح للقوم أجمعين مدبوعة بنحو أكتعين وإن تؤكد كلمة أعدتها بلظه كقولك انتهنتها باب البدل إذا اسم أو فعل لمثله تلاو الحكم للثاني وعن عطف خلا فاجعله في إعرابي كالأول ملقما له بلوظ البدل كل وبعض واجتمال وغلاط كذك أضرب فبالخمس انضبط كجاءني زيد أخوك وأكل عندي رعيف النصف وقد وصل إلي زيد علمه الذي درس وقد ركبت اليوم بكران الفرس إن قلت بكران دون قصد فغلاط أو قلت وقصدا فإضراب فقاط والفعل من فعل كمن يؤمن يثب يدخل جنانا لم ينل فيها تعب نسأل الله من فضله باب ونصوبات الأسماء ثلاثة من سائر الأسماء خلت منصوبة وهذه عشر تلت وكل تأتي على ترتيبه أولوها في الذكر مفعولون به وذلك اسم جاء منصوبا وقع عليه فعل كحذر أهل الطمع في ظاهر ومضمن قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر وغير قسماني أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنفصل مثاله إيايا ويانا حييت أكرم بالذي حيانا وقسم حذين كل مضمر فوصل وبالذين قبل كل متصل فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في اثني عشر باب المصدر وانت للتصريف نحو قام فقل يقوم ثم قل قيام فما يجئ ثالثا فالمصدر ونصبه بفعله مقدر فإن يوافق فعله الذي جرى في اللظ والمعنى فلظيا يرى أو وافق المعنى فقط وقدره بغير رضي الفعل فهو معنوي فقم قياما من قبيل الأول وقم وقوفا من قبيل ما يلي باب الظرف هو اسم وقت أو مكان انتصب كلنا على تقديري فيه عند العرب إذا أتى ظرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فليعلم والنصبه بالفعل الذي به جرى كسرت ميلا واعتكفت أشهر أو ليلة أو يوم أو سنين أو مدة أو رمعة أو حين أو قم صباح أو مساء أو سحر أو غدوة أو بكرة إلى السفر أو ليلة الاثنان أو يوم الأحد أو صوم غادا أو سرمدا أو الآباد واسم المكان نحوه سر أمامه أو خلفه وراءه قدامه يمينه شماله تلقاءه أو فوقه أو تحته إزاءه أو معه أو حذاءه أو عمده أو دونه أو قبله أو بعده هناك ثم فرصخا بريدا وها هناك موقفا سعيدا باب الحال أصلح الله أحوالنا أحوال مسلمين الحال رصد انتصاب آتي مفسرا لمبهم الهيئات وإنما يؤتى به منكرا وغالبا يؤتى به مؤخرا كجاء زيد راكبا ملفوفا وقد ضربت عبده مكتوفا وقد يجيه في الكلام أولا وقد يجيه جامدا مؤولا وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجيه منكرا باب التمييز تعريفه اسمه ذو انتصاب فسرا لنسبة أو ذات جنس قدرا كان صب زيد عراقا وقد رنوه لكن أنت أعلى منزلا وكاشتريت أربع النعاجة أو اشتريت ألف رطل ساجة أو بعته مكيلة أرزة أو قد ربع أو ذراع خزة وواجب التمييز أن ينكر وأن يكون مطلقا مؤخرا باب الاستثناء أخرج به من الكلام ما خرج من حكمي وكان في اللفظ درج ولفظ الاستثناء الذي له حوى إلا وغيره وسوى سوى سوى ولا عاد حشف معي الأنصيب ما أخرجت من ذي تمام موجب كقام كل القوم إلا واحدة وقد رأيت القوم إلا خالدة وإن يكون من ذي تمامي انتفى فأبدلا والنصب فيه ضعف أذا إذا استثنيته من جنسه وما سوى حكمه بعكسه كلن يقوم القوم إلا جعفر والنصب فيه إلا بعيرا أكثر وإن يكون من ناقص فإلا قد ألغيت والعامل استقل كلم يقوم إلا بكى ولا ولا أرى إلا أخاك مقبلا وخفض مستثنى على الإطلاق يجوز بعد سبعة البواقي والنصب أيضا جائز لمن يشاء بما خلى وما عدا وما حشا والنصب أيضا جائز لمن يشاء بما خلى وما عدا وما حشا باب لا العاملة عمل إن باب لا العاملة عمل إن إن هو حكم لاك حكم إن في العمل فانصب بها منكرا بها التاصل مضاف نوم شابها المضافي كلا ولا محاضر مكافي لكن إذا تكررت أجريتها كذا كفي العمل أولغيتها وعند إفراد اسمها وعند إفراد اسمها لزم البينة وعند إفراد اسمها لزم البينة مركبا أو رفع منونا كلا أخ ولا أبن وانصب أبا أيضا وإن ترفع أخا لا تنصبا وحيث عرفت اسمها وحيث عرفت اسمها أو فصلا فرفع ونو والتزم تكرارنا كلا علي حاضر ولا عمر ولا لنا عبد ولا ما يدخر باب النداء خمس تنادى وهي مفرد عالم ومفرد منكر قصدا يؤم ومفرد منكر سواه كذا المضاف والذي ضهاه فالأولان فيهم البناء لازم على الذي في رفع كل قد علم وغير تنويني على إطلاقي والنصب في الثلاثة البواقي كيا علي يا غلام بن طليق يا غافلا عن ذكر ربه أفق يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد لطف بنا يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد لطف بنا باب المفعول لأجري والمصدر سبين أتى بيانا لعلة الفعل الذي قد كان وشطه اتحاد معامله فيما له من وقته وفاعله كأقم لزيد اتقاء شره واقصد علي ابتغاء بره باب المحول معه تعريفوس بعد واوين فسر من كان معه فعل غير إيجر فاصبه الفعل الذي به اصطحب أو شبه فعل كاستوى الماء والخشب وكالأمير قادم والعسكرة وكالأمير قادم والعسكرة ونحو سرط والأمير للقرى باب محفوظة الأسماء خافضها ثلاثة أنواع الحرف والمضاف والإباع أما الحرف هاهنا فمن إلى باو وكاف في ولا منعن على كذا كواو باو تاو في الحلف مذ منذ رب وورب المنحذف كسرت من مصر إلى العراق وجئت للمحبوب باشتياق باب الإضافة من المضاف أسقط التنوين أونونه كأهلكم أهلون واخذ به الإسم الذي له تلك كقاتل أولامي زيد قتل وهو على تقدير في أولامي أو من كمكر الليل أولامي وعبد زيد أو إناز جاجي أو ثوب خز أو كباب ساجي أو ثوب خز أو كباب ساجي وقد مضت أحكام كل تابعي مبسوطة في الأربع التوابع فيا إلهي طبنا فنتابع سبل الرشاد والهدى فنرتفع في جمال ساد السبعين بعد انتهاء تسعين من المئين قد تم نظم هذه المقدمة في ربع ألف كافيا من أحكم نظم الفقير الشرف العمليطي ذي العجز والتقصير والتفريطي والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفضل والإنعام وأرضه الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والعلم والكمال اللهم صلِّ وسلِّم وبركَ لَمُحَمَّد بِعَذَا خَلْقِكَ وَلَيْدَا نَفْسِكَ وَذَا عَرْشِكَ وَذَا كَمْتِكَ لَهِي نَجْي مِنْ كُلُدِّقٍ فَأَنْتَ إِلَهُنَا مَوْلَى الْجَمِعِي وَهَبْلِي فِي مَدْدَيَةِ وَمَسْتَقَرُونَ وَهَبْلِي وَلِوَلَيْدَي وَلَمَشَيْخُ الْمُسِمِينَ آمين